السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة ربعة ان شاء الله نبتدي شرح يونت ناين تعالوا نشوف اسمها what makes us special يعني ما يجعلنا مميزون what makes us special what makes us special هناخد listen هون النهاردة وطبعا زي ما انتم عارفين الكلمات لها فيديو خاص لوحدها فاتمنى انتم تسمعوها كويس وتحفظوها قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا طيب عندي هنا اول درس بيقولي reading games around the world يعني العاب حول العالم party games يعني العاب الحفلات where we get together with our friends to celebrate something like a birthday or a wedding يعني عندما نجتمع مع اصدقائنا للاحتفال بشيء ما مثل عيد ميلاد او حفل زفاف the children often play games الاطفال يعني في الغالب بيلعبوا العاب here are some traditional games people play around the world واليك بعض الالعاب التقليدية التي يلعبها الاشخاص حول العالم pass the puzzle pass the puzzle pass the puzzle دي اول لعبة معانا اللي يمرر الطرد we all love to give presents it's even more fun to open presents يعني كلنا بنحب نقدم الهدايا حتى انه اكثر متعة ان نفتح الهدايا اللعبة بقى عبار عن ايه عبار عن مجموع من الاطفال بيعودوا كده في شكل دائرة بيبقى معاهم صندوق هدايا وبينولوا الصندوق لبعض وبنشوف اللي هيحصل تعال نشوف how to play ازاي نلعب اللعبة grab a small present and cover it in lots and lots and lots of paper بنجيب صندوق صغير في هدايا بنلفه بورق هدايا كتير 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 the players sit in a circle اللاعبين بيعودوا في شكل دائرة play some music بنشغل موسيقى players give the present to the next person كل واحد والموسيقى شغاله بيناول صندوق الهدايا اللي جنبه the present of players give the present to the next person as the music plays up بيفضل يناول الصندوق للبعض طول ما الموسيقى شغاله when the music stops اول ما الموسيقى تقف the player holding the present takes off one piece of paper اللي هتقف عنده الموسيقى والصندوق الهدايا في ايده بيشيل ورقة واحدة بس من غلاف الهدايا the player who unwraps the present keeps it واخر واحد طبعا هيرجع تاني انشغل الموسيقى ويلف الصندوق لحد ما يجي الدور على اخر واحد هيفتح الورقة هيلاقي الهدايا هو ده هياخدها طيب دي كانت اول لعبة اللعبة التانية طبعا مشهورة وكلنا عارفينها هنا في مصر اللي هي musical chairs الكراسي الموسيقى يمكن لعبة الهدايا دي انا اول مرة اشوفها بس الموسيقى كراسي الموسيقى طبعا معروفة عندنا هنا في مصر run but be ready to set يعني اجري ولكن كن حريص ان انت مستعد يعني كن مستعد للجلوس انت بتجري حوالين الكراسي بس مستعد في اي لحظة هتروح قاعد طيب how to play ازاي نلعبها put out some chairs بيقول لي ضع بعض الكراسي if you have six players you only need five chairs لو هما ست لاعبين احنا محتاجين لخمس كراسي بس play some music شغل موسيقى players run around the chairs اللاعبين هيجروا حوالين الكراسي كده when the music stops اول ما الموسيقى توقف everyone sits down كل واحد هيلحق بسرعة يعود على كرسي the player without the chair is out او هيفضل لاعب ملهوش كرسي ده هيطلع برا وهنعمل اي بقى take away one chair and play again هنطلع كمان كرسي يعني لو لاعب وقع خلاص ده خسر هيطلع وهنطلع معاه كرسي ونعيد تاني نشغل موسيقى ونجري وهكذا الحاد ما يفضل واحد بس هو اللي هيكسب طيب اللعبة التالتة اللي معانا اسمها hide and seek hide and seek this is a very old and popular game ايدي لعبة قديمة جدا وشعبية many players can join in this exciting game وبيقولي كمان يمكن العديد من اللاعبين الانضمام الى هذه اللعبة المثيرة all you need to a wide place to play it ومحتاجين لمكان واسع يعني للعبها ودي طبعا برضو مشهورة في مصر للاستغمية hide and seek معناها اللي هي الاستغمية طيب how to play ازاي بنلعبها one player called the seeker يعني عندنا لعب بيغمض عينه close his or her eyes and counts to ten يعني بيكون معنا ولد او بنت بيغمض عينه وبيعد من واحد لحد عشرة the other players hide وبقيت اللاعبين بيستخبوا the seeker tries to find them واللي هو اللي مغمي عينه وده خلاص بقى بيفتح بعد ما يعد لحد عشرة وبيبدأ يدور عليهم the first player the seeker finds becomes the next seeker يعني اول واحد اللي هو اللي مغمعينه هيمسكه هو ده اللي هيجعل الدور وهو يستغمى the last one left is the winner واخر واحد بقى معنا هو اللي هيكون الفائز طيب تعالوا بقى نشوف التدريبات بتاعتنا read and complete popular presents new جديد ورب زي ما عرفنا كلمة راب كلمة راب يغلب طيب تعالوا نشوف هنا number one we all love to give present طبعا كلنا بنحب ناخد هدايا wrap a small present and cover it in lots of paper يعني غلف هدايا صغيرة ولفها بورق كتير راب number three this is a very old and popular game يعني اللعبة دي قدمة جدا وشعبية كل الناس عرفها number four the player without the chairs is out اللعب اللي من غير كرسي بيخرج برا طيب هنا choose the correct answer from a b or c number one run but be ready to agree بس وكون مستعد ان انت تعد sit number two take away one chair and play again يعني خرق كرسي برا ويلعب تاني ده لما اللعب بيخسر number three players run around the chairs اللي هما اللعبين بيلفوا حوالين الكراسي here around number four i love playing musical cheers يعني انا بحب العب الكراسي الموسيقية here cheers read and match يلا بينا نقرون وانصل number one people around the world الناس حول العالم play traditional games بيلعبوا العاب يعني تقليدية number two to play hide and seek اللي كي نلعب لعبة الاستغمية we need a white place محتاجين لمكان واسع when the music stops لما الموسيقى تقف everyone sits down كل حد بيعد بسرعة على كرسي in a birthday or a wedding the children often play games يعني في عياد الميلاد او حفلات الزواج الأطفال بيحبوا يلعبوا مع بعض ألعاب طيب عندي هنا بيقول read the passage and answer the question يعني هنقرأ الكتعة ونقرأ الأسئلة hide and seek is a very old and popular games لعبة الاستغمية بتكون لعبة قديمة وشعبية many players can join in this exciting game يعني لعبين كتير يقدروا ينضموا لهذه اللعبة all you need is a white place to play it محتاجين بس لمكان واسع how to play كيف نلعب one player called the seeker يعني لعب بين سميه اللي هو ايه اللي هيستغمى يعني closes his or her eyes بنغمي عينه او عينيه سواء كان ولد او بنت يعني and counts to ten بيعد الحد عشرة the other players hide وبقيت اللاعبين بيستخبوا the seeker tries to find them واللي هو مغمي عينه بخلاص بقى بيفتحوا بيدور عليهم the first player the seeker finds becomes the next seeker واول واحد اللي هو المغمي عينه بيمسكوا هو ده اللي علي الدور يغمي عينه the last one left is the winner واخر واحد بقى هو ما تمسكش خلص ده هو ده بيبقى الفائز read and answer true or false number one hide and seek is a very old and popular game يعني لعبة الاستغمى دي بتكون لعبة اديمة وشعبية صح true one player closes his or her eyes and count to eleven يعني واحد او واحدة بيغمي عينه وبيعد الحد 11 لا احنا قلنا بيعيد الحد عشرة دي false the last one left is the winner يعني اخر واحد بيفضل هو ده الفائز طيب هنا انصر the following question number one in which game do you need to cover your eyes بيقول في اي لعبة انت محتاج تغمي عينك نقول لعبة ايه قل hide and seek الاستغمية who is the winner in this game من الفائز فازي اللعبة the last one left اخر واحد ما تمسكش طيب هنا rearrange the following sentences يعني قاعد ترتيب الجمل الاتين نحن محتاجين لمكان واسع يبقى we need a wide place we need a wide place طيب هنا اللاعبين بيجروا حول الكراسي players run around the chairs players run around the chairs طيب هنا اين يكون الاطفال where are the children where are the children الاطفال غالبا بيحبوا يلعبوا يعني the children often play games the children often play games طيب where are the children اين الاطفال اطفال دول فين نقول مثلا in the park انا شايفة فين جيلة تحت وما يبقى ممكن نقول في الحديقة in the park what are the children doing هما بيلعبوا ايه they are playing بيلعبوا طيب which team do you think will win the game انا فريق ممكن يكسب انا شايفة الفريق ايه لان هم عددهم اكتر والولد الاخير ده ما شاء الله بيشد يعني قوة فهو الفريق ايه هو اللي هيكسب قوله team ايه او ايه team يعني اي حاجة write a paragraph of four to six sentences about your favorite game اتكلم في بارغراف كده وقطعة من اربعة لست جمل عن افضل لعبة طيب هنا musical chairs players اللي هي الكراسي الموسيقية players players لاعبون music music chair course take away يعني خدوا بعيد طيب طبعا اطفال كتير مش بتعرف تعمل بارغراف بس عايزين نعلمهم كده واحدة واحدة مع كل بارغراف نتكلم عنه يعني كويس انه هم الدني كلمات اقدر استعين بيها الطفل هيخد الكلمة مثلا ميزيكا ميزيكا في كل بارغراف لازم نعمل هنسيب مسافة كل الجمل اللي هنكتبها هنكتب اول حرف فيها capital وننتهي الجملة بنقطة نرجع تاني اول حرف capital وننتهي بنقطة وهكذا لحد ما نخلص كله طيب انا بدأت السطر الاول سبت مسافة جوا كده كني سبت مكان لكلمة طب والسطر التاني لا هبدأ من الاول خالص باقي السطور كلها هنبدأ من الاول خالص هو السطر الاول بس اللي هدخل بيه جوا شوي عندي كراسي موسيقية اقول له لعبت المفضلة الكراسي الموسيقية زي ما قلتها بالعربي اكتبها بالانجليزي لعبت المفضلة my favorite game my favorite game تكون is الكراسي الموسيقية هي موجودة musical chairs خلاص خلصنا اول جملة التانية players players يعني لعبون هممكن نقول مثلا لثلاث لعبين احنا محتاجين كرسيين ماشي لثلاث لعبين for three players for three players نحن we نحتاج need فقط only كرسيين two chairs two chairs خلصنا الجملة التانية التالتة كلمة موسيقى اول مثلا احنا محتاجين نشغل موسيقى او احنا هنشغل موسيقى و اللاعبين هتجري حول الكراسي ممكن نسيب كلمة اللاعبين هتجري حول الكراسي دي مع كلمة chair ممكن يعني طيب هنقول احنا هنشغل موسيقى نحن we هنشغل play موسيقى music we اللاعبون and the players يجروا حول الكراسي run around the chairs خلصنا جملتنا هنحط نقطة عايزين ايه كمان take away احنا بقى هنحكي القصة بتاعت اللاعب عندما الموسيقى تقف when the music stop كل واحد يجلس everyone sit down خلاص خلصت جملة كمان اللاعب بدون كرسي هيخرج the player without chair is out و نخرج كورسي كمان and take away one chair and take away one chair كده خلصنا البراجراف بتاعنا هو مش هيجي غير ان انا احفظ كلمة لازم لازم الطفل يكون عنده رصيد من الكلمات لازم يكون عنده رصيد من الكلمات لو هو مش عارف معاني الكلمات دي استحالة هيعرف يعمل البراجراف فعلى قد ما تقدروا انا عارفة ان الكلمات كتيرة جدا فيه كلمات غلسة بس انا شايفة ان الترم ده لذيذة عن الترم الاول يعني الكصص كتيرة الكصص ممكن الطفل يعرفها بالعربي كده ويقدر يحل عليها فان شايفة مفيش جرامر كتير زي الترم الاول يعني هو بس كان جرامر في الواحدة السبعة ما شفتش في الثامنة جرامر والتسعة هنشوف فيها ولا لا فلازم تحفظوا كلمة على قد ما يقدر يحفظ على قد ما يقدر يحفظ وخصوصا الافعال الافعال المنتظمة والغير منتظمة لازم تتحفظ فيه اطفال بتحفظ الكلمات اللي فيها صور ويسيبوا الافعال الافعال المهمة جدا 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 وهتفضل معاه طول عمر تفضل معاه في ابتدائي في اعدادي في سنوي فلازم يكون عنده حصيلة قوية وكبيرة من الافعال المنتظمة والغير منتظمة تمام؟ تعالوا نشوف البنكة ويش البنكة ويشن أو البنكة ويت احمد طبعا اول حرف في اول كلمة لازم يكون كابيتل نحفظهم كده البنكة ويش احمد يبقى عندي الاي كابيتل اند مفاش حاجة تنزل زي ما هي هاني اسمه ولد الاتشو كابيتل لايك بلايين جيمز توجيذر مفاش اي حاجة ارجع تاني ابص الاول كلمة احمد ده اسم يبقى في الاخر فولستوب من السؤال في الاخر هنحوض فولستوب وده كان الدرس بتاعنا درس اللذيذ هو عن الالعاب وطبعا الاطفال بيحبوا الالعاب فهما حاجة يحفظوا الكلمات هيقدر يحل بسهولة اشوفكم ان شاء الله مش هغيب عليكم لان لازم نخلص بسرعة فاضل لنا الوحدة التسعة والعشر عشان الامتحان فهتلاقوني كل يوم كده بنازل لكم درس وربنا يسهل حال ان شاء الله ونلحق نخلص قبل اول رمضان اشوفكم مع الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته